موسيقى تتابعون موجز 11 من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية نفت الخارجية الجزائرية الأربعاء الأخبار المتداولة في بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نسجتها مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان انتظم معها وقالت الوزارة إنها تنفي هذه الأخبار الزائفة التي لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة وأضف البيان أن الجزائر تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تبقا لشرعية الدولية ومن هذا المنطلق يقول البيان إن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية قال المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي إنه سيتم تسخير عدد من المواطنين أو الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين ردا على دعوة للإضراب عن العمل اليوم الخميس أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب رفض الحكومة مطالبها بزيادة رواتب العمال والموظفين ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالي 3 ملايين موظف وقال إن الإضراب يهدف للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية اعتقلت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن فجر اليوم قياديا بارزا في تظيم داعش الإرهابي خلال عملية إنزال جوي شمالي سوريا وأثدت وسائل إعلام إلى جانب المرسد السوري لحقوق الإنسان أن مرواحيات تابعة للتحالف حطت لبضع دقائق فقط في قرية الحميرة في منطقة وقاعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي وأعلن التحالف في بيان أن قواته أسرت خلال عملية وصفتها بالناجحة اعتقلت شخصا لم تفصح نسمه وهو صانع قنابل متمرس وميسر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع داعش في سوريا مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين أو قوات التحالف أكد الرئيس الفرسي أمانويل ماكرون اليوم الخميس أنه سيقابل نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسك اليوم في كييف وصفا ذلك باللحظة الحاسمة وقال ماكرون للسحفيين لدى وصوله العاصمة الأوكرانية برفقة المستشار الألماني أوليف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراقي إن لقاءه بنظيره الأوكراني سيكون بمثابة رسالة تضامن أوروبي موحد مع كييف هذا ووصل زعامة الأوروبيون الثلاثة صباحا اليوم إلى العاصمة الأوكرانية مستقلين غطارا خاصا من بولندا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانية تشمل أنظمة صواريخ مضادة للسفن ومدفعية وقضائف هاوتزر وأبلغ بايدن نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسك بالمساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية كما أعلن عن تخصيصه 225 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لمواطني أوكرانية ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة